طيب أحكي لي بقى عن كواليس الحفلة إيه اللي حصل وإيه المفاجأات اللي كانت مع الجمهور وإنت كنت مرتب إزاي للأغاني لأنه لما نيجي نقول تامير عشور إحنا مش عارفين نبتدي بالجديد ونبتدي بالقديم وإحنا ما شاء الله بقي لك 15 سنة تقريبا متصدر السوق بأغاني لو إنت مش فيها مطرب إنت فيها ملحن فيعني ما شاء الله الله أكبر يعني عمل شغل كبير جدا فالناس بتبقى مستنية منك عايز رايح اسمها تامير عشور عايز اسمها كل حاجة والله أنا بيبقى عندي الإحساس ده برضو إنهم عايزين يسمعوا أغاني كتير والوقت مش بكافي يعني فعشان كده بضطر إن أنا عامل ميدليس بقى يعني عامل بنحبها قوي اه ميدلي أعمل فيه خمس ستة أغاني وميدلي تاني أعمل خمس أغاني بحس إن أنا يعني ألميت باللي هم عايزين يسمعوا أكبر مفاجأة في الحفلة بصراحة الجمهور اه اتبسطت جدا من تفاعلهم واتبسطت جدا من حفظهم للأغاني ده مش جديد عليهم بس بجد يعني من أول ما طلعت الحد إنما نزلت هم بيغنوا معي ومتفعالين معي فأكبر ميدلي كنت حاسس إن عليه تفاعل أو أكبر أغنين نتقنت يعني مقاطع شرينها لما بتسمعها إنتي عارفة الحاجات الحزينة والحاجات الدراما هي السمى الأساسية للبرو جرام ليه بقى ليه الموضوع كده مع إن انت بقيت مؤخرا يعني تيجي نتراهن لأ مزيكة عالية وأغنية لذيذة وبردو الناس حبيتها الحقيقة بحاول إن أنا حتى عامل update في المزيكة نفسها يعني لازم أواكب بالupdate في المزيكة علشان حتى لو الأغنية دراما لازم يقف فيه تجديد في المزيكة تجديد في حتى مواضيع الكلام نفسها بس الدراما عامل مشترك طبعا ده لازم أساسي هو ده ده بتاعي يعني هو مستجلة باسم كاميرا عشور أنا أعتقد إن لو حتى يعني حتى حتى حاولي يعمل ده هو مش هيطلع معي يعني ربنا يوفق الجميع بس يعني مش عارف هو ربنا إيه يعني هو line أنا بحبه وشايف إن هو مادة يقدر تقدر تطلع منها materials كتير جدا تقدر تعمل أغاني مختلفة وأشكال مختلفة فهو ده اللي أنا line بتاعي ففي الحفلات بيبان بقى تفاعل الجمهور طيب اتكلمت عن المزيكة وإنك اخترت ألوان جديدة من المزيكة وده أعتقد كلنا حاسينه في الأغاني الجديدة ده بسبب تغيير الزوق العام ولا تغيير السوق الموسيقي وإنه الفنان عشان يكون مستمر ومتجدد لازم كمان يكون يعني متجدد وشايف اللي بيحصل حواليه في السوق أكيد طبعا يعني أنت كل فترة لازم مش كل فترة دايما الفنان بيبقى بيسمع حاجات كتير يسمع حاجات برة حاجات تقولي بينزل هنا في مصر وفي الدول العربية بيكونلك مخزون بقى من الموسيقى في دماغك بتبقى أنت لوحدك حاسس زوءك حاسس أن أنت يعني هتعمل الأبدات بتاعك في التراكات الجاية هتعمله إزاي هتقدم المزيكة بتاعتك عاملة إزاي بناء على حفلاتك اللي عملتها وتفاعل الجمهور معك بتحاول أنت تقدم لهم الجديد وخلاص بتبقى أنت حاسية الجمهور فأهم حاجة طبعا أنك تسمع كتير وأنك تتعمل أب ديت للي بتقدمه